حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن معاذي بن رفاعة الأنصاري عن رجل من بني سلمة يقال له سليم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتنا بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل لا تكن فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك ثم قال يا سليم ماذا معك من القرآن قال إني أسأل لها الجنة وأعوذ به من النار والله ما أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تصير دندنتي ودندنت معاذ إلا أن نسأل لها الجنة ونعوذ به من النار ثم قال سليم سترون غدا غدا إذا أتقى القوم إن شاء الله قال والناس يتجهزون إلى أحد فخرج وكان في الشهداء رحمة الله ورضوانه عليه اشتركوا في القناة